اشتركوا في القناة ومن كتاب الجهاد وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال ويجب على الإمام أن يتفقد الجيش عند المسير للجهاد ويمنع من لا يصلح لحرب من رجال وخيل ونحوها فيمنع المخذل الذي يخذل الناس عن القتال ويزاهدهم فيه ويمنع المرجف الذي يخوف الغزاة ويمنع من يسرب الأخبار إلى الأعداء أو يوقع الفتنة بين الغزاة ويؤمر على الغزاة أميرا يسوس الجيش بالسياسة الشرعية هذه أمور يجب على أمير الناس وأمير الجيش خصوصا أن يراعيها قبل الخروج بالجيش قبل الخروج بالجيش وإلا فقد يخرج بالجيش القوي لكن فيهم من هو مخذل أو فيهم من هو والعياذ بالله خائن أو نحو ذلك فيفسد تدبير الجيش كله كما يقولون واحد في الجيش يفسد التدبير فلذلك الأمير لا بد أن يراجع على الجيش قبل خروجه من كل هذه النواحي وإلا يحذرنا القصة الشهيرة جدا التي ذكرها الله عز وجل في طيات آيات سورة البقرة في شأن خروج القائد يعني الرباني طالوت بالجيش فإنه لما أراد أن يخرج بهم ما واجه بهم العدو مرة واحدة وإنما مر بهم باختبارات وامتحانات ليعلم صدق هؤلاء ومن ذلك أنه مر بهم على النهر وامتحنهم بعد عطش شديد قال فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشاربوا منه إلا قليلا ولذلك لابد من امتحان الجيش كذلك لما خرج القائد الرباني النبي يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام على الراجح يعني من كلام العلماء في تفسير هذه الآيات والأحاديث أنه لما خرج بجيشه لفتح بيت المقدس وقف يخطب فيهم قبل أن يسير بهم قال لا يتبعني منكم رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها ولا يتبعني منكم رجل له غنمات قد حبلت أو نحو ذلك وهو ينتظر نتاجها ولا يتبعني منكم رجل لا أذكر الثالثة بنا بيوتا ولم يرفع لها سقوفا أو كلمة نحوها دول من ينطلعوش من ينفعوش من يطلعوش معايا لماذا؟ لأن كل واحد فيهم يريد أن يرجع أما أنا فأريد من يخرج لا يريد الرجوع لا يريد الرجوع ولذلك هذا سيكون حريصا على النصر والشهادة ليس له إلا هذين أما الآخر فهو حريص على الحياة لا يجد أن يرجع إلى امرأته إلى غنمه إلى بيته ليبنياه ولذلك هذا أمر مضطرد في كل أحوال الناس حتى في غير الجهاد يعني في كل أحوال الناس وخصوصا أمر دين الله سبحانه وتعالى في الجهاد في الدعوة إلى الله في غيره جرب على نفسك إن وجدت أن هناك ما يشغلك في حياتك أكثر من الدين ويأخذ همتك أكثر من الدين فلن تتقدم يعني إلا أن يشاء الله لك يعني معجزة لماذا لأن هذا يأخذ الإنسان يشد الإنسان إلى الخلف دائما أما أن يكون الدين هو المقدم وليس معنى قولنا أن يكون هو المقدم يعني الناس يتركوا الوظائف والأعمال وكأبدا بل كان أصحابنا يعملون في الوظائف ونحو ذات إنما المقصود أن تكون كل الدنيا على الهامش والدين هو الذي يشغل الإنسان ولذلك هذا لو وجد في المسلمين لتغيرت الدنيا كلها قال ويجب على الإمام أن يتفقد الجيش عند المسير للجهاد ويمنع من لا يصلح لحرب من رجال وخيل ونحوها فيمنع المخذل الذي يخذل الناس عن القتال المخذل هو من يخذل الناس عن القتال يعني ماذا يعني يقول فيهم أو يفعل فيهم أفعالا تجعلهم يخافون العدو يخافون العدو ويخافون مواجهة العدو تخذيل مخذل كحال وعياذ لله المنافقين لما كانوا يقولون يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة يوم يحصل تخذيل في الناس ونوع من الإرجاف كذلك في الناس نعم قال ويزهدهم فيه ويمنع المرجف الذي يخوف الغزاء يخوف الغزاء يعني يخوف الناس الغزاء يخوفهم من العدو لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده دو المرجفين والعياذ بالله نعم ولذلك الله عز وجل قال في أمثال هؤلاء لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم الفتنة وفيكم سمعونا له في كتير ناس طيبين بس أهو برضو نسمع ونحو ذلك ما فيش مانع يعني فتنة بين الغزاء على سبيل المثال يقع الفتنة بين الغزاء يوم تبوك المنافقون كادوا أن يفسدوا الجيش بالفتنة التي أحدثوها بالفتنة التي أحدثوها ولسيما لما توعد بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لإن رجعنا إلى المدين لا يخرجن الأعز منها الأزل فخاف النبي سلم من ذلك فماذا فعل النبي سلم قائد حكيم فجد في السير يوما وليلة جد في السير يوما وليلة العادة أن الجيش يسير بالليل وينزل بالنهار فجد في السير يوما وليلة الليلة والليل بحيث أن هما لما ينزلوا بقى تاني يوم بقى بالنهار هينزلوا عاملين إزاي تعبانين يروحوا عاملين ما يعدوش يحكوا مع بعض لأجل أن يقضي على الفتن قال ويؤمن على الغزاة أميرا يسوس الجيش بالسياسة الشرعية قال ويجب على الجيش طاعته بالمعروف والمصح له والصبر معه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال إن الجهاد في الإسلام شرع لأهداف سامية وغايات نبيلة شرع الله الجهاد لتخليص العباد من عبادة الطواغيط والأوثان لعبادة الله وحده لا شريك له الذي خلقهم ورزقهم قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ودي من أعظم أغراضة للجهاد تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى نعم شرع الله الجهاد لإزالة الظلم ويعادة الحقوق إلى مستحقها قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على مصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله شرع الجهاد لإذلال الكفار والانتقام منهم وإضعاف شوكتهم قال الله تعالى قاتلوهم يعذبوهم الله بأيديكم ويقزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم قال والقتال إنما يكون بعد تبليغ الدعوة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس قبل القتال إلى الإسلام ويكاتب الملوك بذلك ويوصي قواد القيوش الإسلامية بدعوة الناس إلى الإسلام قبل قتالهم فإن استجابوا وإلا قاتلوهم وذلك لأن الغرض من القتال في الإسلام هو إزالة الكفر والشرك والدخول في دين الله فإذا حصل ذلك بدون قتال لم يحتج إلى القتال والله أعلم اسألة مهمة وهي لابد قبل قتال غير المسلمين إعلامهم بالإسلام شرط في القتال شرط في الإسلام شرط في القتال أن يعلموا بالإسلام كما قال الله عز وجل حتى يسمع كلام الله لابد للكافر أن يسمع كلام الله أولا لأن الجهاد ما شرع إلا لذلك وإلا ما شرع الجهاد لمجرد القتل والغنيمة ونحو ذلك إنما شرع لتعبيد الناس لله ولذلك إذا خرج المسلمون للكفار في أي مكان قالوا لهم إن نجئناكم نجعوكم إلى الله ويبلغونهم الدين والتوحيد ويرفعون عنهم الشبهات وكذا وكل ذلك قد يقول قائل كيف هو فهذا يعطي القفار فرصة لأجل أن يستعدوا لقتال المسلمين فهل هذا معناه أن يقاتل المسلمون بغير إذن؟ لا بغير إذن دعوة يعني؟ لا لماذا؟ لأنهم لو قاتلوهم على هذا الحال فقتلوهم فإنهم لا يكونوا قد قاموا عليهم الحجة والله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لقائده انفذ على رسلك فإذا نزلت بساحتهم فأعلمهم أن الله فأدعوهم إلى الإسلام فإذا نزلت بساحتهم فأدعوهم إلى الإسلام فإن قبلوا وإلا فقتلهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بل العلماء يتكلمون في من دعي للإسلام هل يجوز دعوته مرة أخرى؟ من حيث المشروعية؟ نعم وأما الوجوب فلا وإنما هذا مشروع وهو يرجع إلى القائد فإن شاء دعاهم مرة أخرى وإن شاء ترك وقد فعل النبي سلم الأمر فإنه أغار على بني ضرار صبحا وكثير من العرب أغار عليهم النبي سلم وهم في غفلة وذلك أنه كان قد دعاهم قبل ذلك فعاندوا وأعادت دعوة لليهود يهود خيبر أعاد لهم ماذا؟ الدعوة فإنه دعاهم أول ما دخل المدينة ومع ذلك لما ذهب لفتح خيبر قال لعلي بن أبي طالب فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام أو كلمة نحوه نعم قال وللجهاد أحكام مفصلة موجودة في الكتب المطولة وإذا قال وإذا كان أبواه مسلمين حرين أو أحدهما لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما لقوله صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد صححه التنمذي وذلك لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية وفرض العين مقدم على فرض الكفاية هذه مسألة وهي إذن الوالدين من شروط الجهاد أي جهاد الغزو والطلب إذن الوالدين لمن كان له والدين لمن كان له والدان لابد من إذنهما أو كان له والد لابد من إذنه فهذا واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الرجل عن هل له والدان قال نعم قال ففيهما فجاهد لأن هذا جهاد طلب فيشترط فيه إذن الوالدين ولا يعتبر إذن الوالدين الكفرة لا يعتبر يعني الوالد الكافر لا يعتبر إذنه لا في جهاد الطلب ولا في جهاد الإش الدفع وإذن الوالدين المسلمين يعني يكون لمن خرج في جهاد الطلب إلى أن يواجه العدو فإذا واجه العدو سقط إذنهما يعني يجوز للوالدين أن يرجع في إذنهما ما لم يواجه العدو يعني هو لسه في الطريق ممكن يبعثوا يقولوا إحنا عايزين فلان يرجع فعليه أن يرجع أما إذا حصلت المواجهة فلا يجوز لقول الله تعالى إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار زحفا فلا تولوهم الأدبار أي نعم قالوا على إمام المسلمين أن يتفقد الجيش عند المسير ويمنع من لا يسطح إذا ذكر هذه العبارة في الحقيقة يعني كأنها معادان قالوا على الإمام أن يعين القادة للجيوش وينفل من الغنيمة من في تنفيله مصلحة للجهاد ويقسم بقية الغنائم في الجيش كله على الإمام أن يعين القادة للجيوش وينفل من الغنيمة من في تنفيله مصلحة للجهاد النفل في الغنيمة هذا فرع داخل في أحكام الغنيمة أو أحكام الغنائم والغنائم هي الأموال التي يغنمها المسلمون من الكفار في الحرب أو لو كانت في غير حرب تسمى فيئا تسمى فيئا كما كان يوم بني النظير أما قتال المسلمين لمسلمين كقتال المسلمين للبغاة المسلمين فليس فيه غنيمة فليس فيه غنيمة ولذلك لو تذكرون بارح وحنا نتحدث عن الخوارج إنهم مش عجبهم من علي لم يسب ولم يغنم لماذا لأنهم بيروا إن ذو الكفار خلاص يعني هم شايفين إن أي حد قتل المسلمين بعدها كافر أبدا ليس بالضرورة يكونوا كافرا وإلا فالله تعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فوارد أن يكون الفريقين المقتتلين مسلمين ولذلك هذا يسمى قتال بغاة وليس قتال إش كفار نعم قال وينفل من الغنيمة من في تنفيله مصلحة للجهة النفل في اللغة الزيادة النفل في اللغة الزيادة والمقصود به هنا أن قائد الجيش عندما يجمع الغنيمة وقبل أن يقسمها بين الغانمين له أن ينفل من شاء زيادة يعني يعطي من شاء شيئا زائدا إذا كان فيه مصلحة وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم وأيضا إمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لسلامة ابن الأكوع جمع لسلامة ابن الأكوع رضي الله عنه في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس جمع له بين سهم الراجل والفارس الراجل له في الغنيمة قسم معين وفي الفارس له قسم الراجل يعني المقصود اللي بيمشي يعني المشاء المشاء اللي هو معهوش فرس فهذا يسمى راجل والفارس له زيادة الفارس له ثلاث أسهم سهمين للفارس وسهم له هو إن الفارس ده عبارة عن دبابة طيارة على حساب وهو جايبها فهذا يُعطى زيادة عن الإيش الراجل فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع لسلامة بين سهم الفارس والإيه؟ مع إنه ما كانش فارس لكنه كان فارس إيه؟ فارس في الحقيقة وإن لم يكن معه فرس لأنه وسلم كان بيسبق الفارس لإيه؟ كان بيسبق الخيول أصلا يطلع يجري يسبق الخيول ويجيب الفارس اللي على الخيل ويقتله ويقتله فأعطاه من السلام زاده عن سائر الناس فأعطاه سهم الراجل والفارس أعطاه خمسة أسهم أعطاه خمسة أسهم يعني الغنائم هي بتتأسم بتأسم بالأسهم أعطاه خمسة أسهم الراجل بيبقى له سهمين والفارس له ثلاث أسهم أو أعطاه خمسة أسهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ويقسم بقية الغنائم في الجيش كله هايأتي معنى كيفية قسم الغنائم ويلزم الجيش طاعة أميرهم بالمعروف والمصحله والصبر معه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم كأنها عبرة أيضا معادة ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة ولا راهب وشيخ فان يعني شيخ كبير في السن يعني ومريض مزمن وأعمى لا رأي لهم مهمة جدا كلمة لا رأي لهم دي وإلا لو كان أعمى أو مريض أو امرأة يقتل إن كان له رأي يعني مستشر عسكري لو كان حتى مسن كبير لو كان حتى امرأة يقتل لأنه دا رأه رأي في الإيش في الحرب أما الذي لا بد بلا شك طبعا أما الذي هو بهذه الأوصف صبي امرأة راهب شيخ فالمقصود بهؤلاء الذين إيش لا يقاتلون ولا يحرضون ونحو ذلك قال ولم يقاتلوا أو يحرضوا ويكونون أرقاء بالسبي يعني لو اتأثروا دول ما يقتلوش وفي الحرب ما يقتلوش لكنهم يصيروا من ضمن الإيش السبي قال لأنهم صلى الله عليه وسلم كان يسترق النساء والصبيان إذا سباهم قال وتملك الغنيمة بالاستلاء عليها في دار الحرب إلى آخره وهنا يأتي الكلام عن الغنيمة وقسمة الغنيمة وطريقة يعني قسمة الغنيمة وهذا ما نرجع إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين اشتركوا في القناة